سبحانك يا لا إله إلا أن الغرف الغرف خلصنا إلى النار يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته أطيبين طاهرين المعصومين الآيات القرآنية التي جاءت تتحدث إما عن سؤال سئل به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو تتحدث عن مشكلة عاشها المجتمع الإسلامي أنذاك أو تشرح واقعة من الوقائع مرتبطة بحياة المسلمين في ذلك الزمان والآيات التي جاءت تتحدث عن هذه الأمور هو المورد لحديثنا في هذه الحصة الدرسية في هذا الدرس أريد أن أتحدث عن أمر مهم جدا ونلقي الضوء معا على هذه الآيات القرآنية وما استبطنت هذه الآيات القرآنية من مفاهيم ومعاني ومرادات إلهية وكانت هي في الحقيقة آيات جاءت نتيجة أسباب حدثت في المجتمع سواء كانت أسئلة سواء كانت مشاكل سواء كانت حوادث وقائع هذه الآيات القرآنية أريد أن نتحدث عنها في هذه الحصة الدرسية وأيضا في آخر هذه الحصة الدرسية أريد أن أتحدث عن مشكلة واجهتها أسباب النزول خصوصا فيما يرتبط بآيات الأحكام فعندي فقرتيين بهذه الحصة الفقر الأولى مصاديق الآيات القرآنية التي جاءت بسبب حادثة معينة مشكلة معينة والتي لها أسباب نزول والفقرة الثانية هناك مشكلة تعرضت لها أسباب النزول فيما يرتبط بآيات الأحكام فواضح صار الحديث في هذه الحصة الدرسية عن أي فقرة من الفقرات وقبل أن أذكر مصاديق الآيات إشارة بسيطة قطعا ويقينا ما رح أذكر كل الآيات القرآنية التي كانت لها أسباب نزول وجاءت تتحدث عن مشكلات أو وقاع أو أحداث ليش؟ لأن هنا وقت محدد هناك العشرات من الآيات القرآنية التي كانت لها أسباب نزول محددة مو آية واثنين وثلاثة العشرات من الآيات القرآنية فرح نأخذ من كل مجال عينة من هذه الآيات ونشوف أسباب نزولها ونتعرف على دور سبب النزول في بيان المراد الإلهي من هذه الآية أو تلك تعالوا إلى ما يرتبط بالأحكام آيات الأحكام توجد عندنا آية من آيات الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة الآية 158 بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما هنا أريد أن أتوقف وأريد أن أكتضع دائرة على هذه العبارة فلا جناح عليه أن يطوف بهما هاي فلا جناح عليه تفيد الوجوب ليش الآية القرآنية ما أمرت بوجوب الطواف الآن الطواف واجب أو ليس بواجب للحاج واجب فلو كنا نحن وهذه الآية وجردناها عن سبب النزول وجردناها عن الروايات الأخرى نقدر نصل إلى وجوب الطواف تفت إلى هالنقطة نقدر نصل إلى وجوب الطواف بسهولة ويسر من ظاهر هذه الآية بمجرد أن قال الحق تبارك وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما نقدر صعب لكن إذا عرفنا سبب النزول تسهل المهمة تسهل المهمة كثيرا الآن كل واحد يروح للحاج يجب عليه الطواف أو ما يجب عليه الطواف يجب عليه الطواف شنو الوثيقة العلمية قرآنية كانت أو روائية نبوية كانت أو علوية الدال على وجوب الطواف هذه واحدة من الوثاق إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما هنا نفى الإثم ونفى الحرمة ولم يذكر الوجوب يا ترى من نفى الإثم ومن نفى الحرمة نستفيد الوجوب لو جردنا الآية عن سبب النزول وعن الروايات الأخرى صعب جدا لكن إذا عرفنا سبب النزول سبب النزول هذا كانت قريش بين الصفى والمروة وعدها أصنام واضعة أصنام تتبرك بها طبعا أصل جذور هذه الأصنام سميت بأسماء مختلفة أساف ونائلة وأسماء أخرى وقيل أسماء متعددة متنوعة فصنم كان على الصفى وصنم كان على المروة على الصفى رجل يشار له وعلى المروة أنثى وهؤلاء كما قيل قد زنوا والله حولهم إلى حجر وبعد مدة من الزمن بدأ هؤلاء يتبركون لأن الطواف بين الصفى والمروة كان قبل الإسلام هم موجود هذه الحالة كانوا يتبركون بهذه فعندما جاء الإسلام المسلمين بدأوا يتحرجون عد شنو إحنا نطوف بين الصفى والمروة وهذه الأصنام موجودة وهذه القصص المحاكة موجودة فحرام أن نطوف بين هكذا كانوا يقولون فحرام أن نطوف بين الصفى والمروة وهذه الأصنام وهذه القصص التي تحاك على الأصنام الموجودة على الصفى وكذلك الأصنام الموجودة على المروة فحرام أن نطوف بين الصفى والمروة فإجت الآية تنفي الحرمة وتنفي الإثم الذي كان مغروسا في أذهان الناس اكتفت إلى هذه النقطة المهمة إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما هي ليست بصدد نقطة هواي مهمة هذه الآية هذه الآية المباركة والحديث في هذه الآية المباركة هي بصدد نفي الإثم والحرمة بين الصفى والمروة وما صرحت بالوجوب ليست بصدد بصدد التصريح بالوجوب اكتفت بنفي الحرمة دون أن تعلن وجوب السعي فلو كنا نهن وهذه الآية فبعد ما يحتاج إلى وجوب الطواف بين فقط نفي الحرمة مو حرام بس واجب لا مو واجب نحن وهذه الآية لكن من عرفنا السبب أن هناك في أذهان الناس قد غرس بأن حالة من الشعور بالإثم عندما أطوف بين الصفى والمروة والحرمة لوجود الأصنام هنا إجت الآية تزيل هذه الجذور الموجودة من الأذهان تزيلها ولكن هذا لا يعني عدم وجوب هذا لا يعني عدم وجوب الطواف بين الصفى والمروة في هذه الآية المباركة نفي الحرمة نفي الحرمة ونفي الإثم شيء وعدم الوجوب شيء أخر فلو كنا نحن وهذه الآية من دون النظر إلى سبب النزول نقول خلص الحمد لله ماكو واجب طواف بين الصفى والمروة هل هذا صحيح؟ لا غير صحيح لماذا؟ لأن الآية كانت ناظرة إلى شيء موجود في الأذهان ليست بصدد تشريع وجوب الطواف بين الصفى والمروة حتى تقول أن هذه الآية لو كان الطواف واجب لذكرت الوجوب ولم اكتفت بقولها فلا جناح عليه أن يطواف بهم لذكرت الوجوب وتحدثت عن الوجوب شوف المراد الحقيقي من هذه الآية تم اكتشافه من خلال معرفة سبب النزول وإلا لو لم يكن هناك معرفة لم تكن هناك معرفة بسبب النزول وجهل بسبب النزول راح نقول هذه الآية قالت ماكو مشكلة ماكو إثم بالطواف بين الصفى والمروة مو حرام بس واجب لا مو واجب ولغينة أهم واجب من واجبات الحاج هو الطواف بين الصفى والمروة بموجب هذه الآية بسبب جهلنا بسبب نزولها فهذا المصداق الأول المهم من مصاديق أسباب النزول المصداق الثاني نحن قلنا أن سبب النزول تارة يأتي جواب على سؤال وأخرى يأتي شرح لقضية بيان لقضية أو لواقع شوف هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله هذه الآية حقيقة من الآيات الأجيبة ليش أولا اتحدثت عن موقع من مواقع العبادة فيه ضرر على المسلمين وعلى المؤمنين وعلى الدين أكثر من ضرر عبادة أعفوا أكثر من ضرر أماكن الأماكن الأخرى الأماكن التي ليس فيها عبادة هاي واحد اثنيا اتحدثت عن نفوس ضعيفة نفوس ضعيفة تتخذ من الدين لباسا وجلبابا لضربه هذه نقطة هواي مهمة أمير المؤمنين كسر ظهري اثنان عالم متهتك وبعد وجاهل متنسك عالم متهتك ما عنده ضوابط وجاهل لابس الدين غلاف إله بس هو جاهل وأكو واحد لا اتحدثت عننا هذه الآية هو مو جاهل هو عنده تخطيط وخطط وبرامج لضرب الدين ولكن من خلال ماذا؟ من خلال الدين نفسه من خلال المسجد من خلال المساعدات من خلال التكافل الاجتماعي من خلال تقديم المساعدات والعون للأيتام والفقراء من خلال من خلال هذه الأمور طريق متخذض من خطط وبرامج لضرب الدين نفسه عن ناس فقراء بسطاء يقول لك هذا جاي ساعد وكذا وفلان وفلان انت شو تسوي هو ما يدري ان هذا شنو عنده خطط نفس هذه الكلمات لو كان هناك في زمن النبي بعض هؤلاء الجهل اللي موجودين في زماننا لأيضا وقفوا بوجه النبي هذا مسجد وعمره وزينه ورتبه مسجد ممتاز خليلنا استعبد نب حتى المساجد اتحاربه هكذا يواجهون الرسول خصوصا وإذا كان هؤلاء على درجة عالية من الشيطن فجاءت الآية القرآنية تشرح ظاهرة يعني السبب مجيء هذه الآية شرح هذه الظاهرة اللي حقيقة هذه الظاهرة تتكرر في المجتمعات هناك اشخاص يتجلببون بجلباب الدين ويفعلون افعال المتدينين ويخططون خطط الشياطين قدمون مساعدات للناس يبنون بيوت للناس يعني يقومون ببعض الاعمال المرتبطة باللي ظاهرها بالتكافل وما شابه ذلك يبنون مساجد يبنون ولكن هدفهم وخططهم شيطانية لضرب الدين واهله هنا يأتي الانسان الواعي هاي الآية وتعيها اذن واعية اختصت بامير المؤمنين لان كان رصد لكل هؤلاء كان يشخص النبي كان يشخص هؤلاء علي ابن ابي طالب كان يشخص هؤلاء امه اهل البيت كان يشخص هؤلاء حتى يعزلوهم من المجتمع حتى لا تسري على الناس الفقراء البسطاء الجهل هذه الخطط الشيطانية فجاءت هذه الآية القرآنية لتضرب هؤلاء وتكشف هؤلاء وتوقف هؤلاء عند حدهم وتخبر الناس ايه مهمة تخبر الناس انه مو كل واحد يتجلب بجلباب الدين ويلبس ملابس الدين والمتدينين هذا بعد ما قال ما فعل ما تحرك ما كذا احنا نتلا اكو ضوابط ضوابط اكو في المجتمعات المتدينة النبي صلى الله عليه وعليه موجود النبي السير خلف النبي علي بن ابي طالب اهل البيت السير خلفهم المرجعيات الدينية المعروفة الواضحة السير خلفها هؤلاء الذين يأتون من هنا وهناك ويريدون ان يحرفوا الامة ويضربوا هذه الشواخص بهذه الاعمال يسوي مسجد يقدم مساعدات يضرب الان في زماننا هذا واحد يسوي مسجد ويقدم مساعدات وواحد يروح ابن بيوت وواحد كذا وهو كل اعماله هو ضرب للمرجعية الدينية مثل هذولا بنوا مسجد يضربون النبي صلى الله عليه وعليه فجاءت هذه الآية لتتحدث عن هؤلاء وتكشف مراداتهم وتكشف الخطط الشيطانية اللي يقومون بها مصداق ثالث مهم جدا ايضا علماء اليهود والمشركين المشركين عدهم هسا ما اقول بعض الثقة في الزمن الجاهلية بعض الثقة بعلماء اليهود فراحوا سئلوهم مشركوهم كسئل وعلماء اليهود من هو اهدا سبيل محمد واصحابه لو احنا كمشركين علماء اليهود يقولهم انتم هذا الحقد والبغض والكره اللي يسيطر على الانسان ويسوق الى جهنم وبئس المصير والعياذ بالله ترى اكو بعض الحالات النفس توسوس للانسان لانه يحقد لانه لئيم لانه عنده حالة من الكره والبغض لشخصية معينة فهذا الكره والبغض يحاول يحطم هذه الشخصية يدمرها باي طريق من الطرق وعند المبررات لذلك يملك مبررات لكن يا ترى هذه المبررات اللي يملكها هي من الاهواء والنزوات لهي واقعية حقيقية لا اهواء ونزوات هذولا علماء اليهود يجعوا المشركين لهم قالهم ياه اهدا سبيل احنا لو اصحاب محمد صلى الله عليه وآله قال لهم لا طبعا انتم شوف الآية اجت ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب نصيبا من الكتاب القرآن يعترف لهم ان علماء يهود يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدا من الذين آمنوا سبيلا اجت اجت هذه الآية تكشف النفس الخبيثة اللي اتميز بها هؤلاء عندما وضعوا حكام بين اصحاب محمد صلى الله عليه وآله وبين الكفار ايهما اهدا سبيل قالوا لهم انتم الكفار مع انهم هؤلاء عندهم نصيب من الكتاب يعني كان يعرفون ان النبي محمد مرسل من السماء صلى الله عليه وآله ويعرفون في الكتاب مدون عندهم مكتوب عندهم ولكن الحقد والبغض والكره واللؤم الموجود في هذه النفوس جرهم الى جهنم وبئس المصير فاجت الآية تكشف هذا سبب من اسباب النزول ان هؤلاء قالوا لهم انتم يا كفار اهدا سبيل من المسلمين اصحابهم فاجت الآية تكشف حقد وبغض ولؤم هؤلاء بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب شوف شون اعتراف قرآني شوف الانصاف الالهي ينطيهم يقولهم ذولا اوتوا نصيبا من الكتاب عدهم علم ما اسلب ما اقول هذول الجهال ما يفتح لا 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 انا بالانصاف اتكلم ألم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدا من الذين آمنوا سبيلا فسبب نزول جاءت الآية لتفضح هؤلاء وتكشف هؤلاء وتكشف خطط هؤلاء وهناك العشرات من اسباب النزول هاي تفيدنا جميعا احنا كمثقفين اسلاميين كعلماء كفقهاء كخطباء مبلغين تفيدنا عندما نملك اسباب النزول تكون هذه الاسباب منطلقات للحديث عن الآيات القرآنية فأتوقف الى هنا في الحديث عن المصادق وقلت لكم بالبداية هذا الدرس بفقرتين فقرت بعض مصادق اسباب النزول اتحدث عنها والفقرة الثانية اكو مشكلة تعرضت لها اسباب النزول في آيات الاحكام التفتوا الى هذه المشكلة هذه مشكلة مهمة اكو قاعدة موجودة اسمها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني احنا عدنا آيات احكام بعض آيات الاحكام اجت الها اسباب فاحنا ما نقدر نقيد الوارد الآية الواردة بخصوص هذا المورد المورد لا يخصص الوارد الوارد عام الآية اللي جاية عام وهذا السبب ما يخصص الآية الآية تنطبق على هذا وتنطبق على غيره اذا ما فائدة اسباب النزول عائل مشكلة تفتل المشكلة اعيت لأن مشكلة مهمة تواجه الانسان سبب اجت آية اكو قاعدة تقول المورد لا يخصص الوارد المورد السبب الوارد الآية هذه الآية اجت تنطبق على هذا السبب وتنطبق على غيره فشنو فائدة معرفة السبب بعد اذا هي آية عامة شنو فائدة خصوصا اذا بها حكم عام طرح من قبل الفقهاء هذا المبحث فهذه مشكلة تواجه مباحث اسباب النزول في خصوص آيات الاحكام اركزوا عليها في خصوص آيات الاحكام اولا بشكل عام للحديث عن هذه القضية القرآن مو فقط آيات احكام اذا بالنظرة الخاصة اكو نظرة عامة يقول لا كل القرآن هو فيه احكام محددة لانه دستور المسلمين والدستور ياخذوا مننا قوانين فالقوانين كل احكام هاي سويها هاي لا سويها كذا بالنظرة الخاصة اريد اتحدث انه مو كل القرآن ايات احكام اتحدثتوا ايات الاحكام مجموعة من ايات المباركة هذا من جهة من جهة اخرى التفتوا الى نقطة مهمة جدا من جهة اخرى حتى فيما يرتبط بآيات الاحكام حتى فيما يرتبط بآيات الاحكام في بعض الحالات عدنا اية الدل على حكم شرعي واللفظ اللي بيها موضوع عام ينطبق على الجميع ينطبق على الجميع ولكن اللي فعل هذا الفعل شخص واحد هو فعل قام بشخص واحد وهذه الآية فيها حكم ينطبق على الجميع وهذا الحكم المورد ما التخاص نعم مورد خاص وبقى خاص الى ان نسخت هذه الآية فما عرفت سبب النزول في آيات الاحكام مهم او ليس بمهم خل اضرب لك مثال بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا المن هذا الخطاب ومو لي شخص واحد للجميع لكل من امن بمحمد صلى الله عليه وآله يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة هذا مو حكم شرعي حكم شرعي لو مو حكم شرعي انت اذا رحت ناجيت الرسول انت كمؤمن ايا كنت ابن من كنت تناجي الرسول قدم قبل ما تروح تناجي الرسول قدم صدقة هذا حكم شرعي والخطاب بأعمل الجميع يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ما قدم ما فعله بس واحد فعل بس شخص واحد في هذه الامة الاسلامية فعل روح وارجعوا للمصادر التفسيرية للمصادر الرواية شوف من هو هذا الشخص علي ابن ابي طالب عليه السلام في كل المدارس روحوا له واحد شخص وفعل هالفعل اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات زين هذه آية قرآنية آية قرآنية الخطاف فيها عام للجميع بها حكم شرعي اللي نفذ الحكم الشرعي واحد بس فقط نعم نسخت هذه الآية وانتهى حكمها بعد ما قام بالفعل شخص واحد هذه الآية في آيات الأحكام في داخل آيات الأحكام ومع ذلك معرفة سبب النزول معرفة سبب النزول ينطيك صورة واضحة عن معنى ومراد هذه الآية المباركة هس عندما تقل نسخت الآية بعد ما بها فائدة لا شون ما بها فائدة تكشف أن الأمة الإسلامية كلها تخلفت عن أداء هذا الفعل إلا شخص واحد فهذه الآية جاءت لتكشف لنا حدثا وهي مرتبطة بالآيات الأحكام لتكشف لنا حدثا مهما وهو أن هناك شخص واحد عمل بهذه الآية حتى ترفع من منزلة هذا الشخص ولهذا أمير المؤمنين شي يقول آية من القرآن لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعد نسخت أنزلت آية النجوة فإذا هذا مرتبط بآيات الأحكام أو غير مرتبط بآيات الأحكام مرتبط بآيات الأحكام أكو فائدة من معرفة سبب النزول لو ما أكو قطعا أكو إذا ليس فقط ما يرتبط بآيات الأحكام وتأتي تلك القاعدة تقول أنه المورد لا يخصص الوارد ولا توجد منفعة بأسباب النزول ومعرفة أسباب النزول ليس فقط فائدة أسباب النزول في غير آيات الأحكام لا حتى في آيات الأحكام هناك معرفة كبيرة في أسباب النزول في غير آيات الأحكام أيضا سورة الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك شانئك شوف آية آية نزلت بمن ذاك العاص الذي كان يعير النبي صلى الله عليه وآله بعدم النسل والذرية فعبرت هذه الآية عن ذم هذا الشخص بخصوصه يعني مع أنها آية مباركة ولكن ذمت وموضوحة اللي ذكرت الآية موضوحة خاص شانئك يعني الذي عير النبي صلى الله عليه وآله خاص معين هذا من ينتعرف من خلال مراجعات سبب النزول فاختصاص الحكم في هذه الآيات لا يكشف عن عدم أهمية معرفة أسباب النزول لكشف المراد والمعاني من الآيات المباركة سواء كانت تلك المرتبطة بآيات الأحكام أو تلك المرتبطة بأمور وقضايا أخرى سواء كانت حوادث أو أسئلة وشرح لقضايا ووقاع حدثت في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم بمحمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين